اشتركوا في القناة السبعة الامتحان بتاع النهاردة امتحان ساهل ما فيوش اي مشكلة عايزك تركز معي في كل سؤال عشان تعرف كل سؤال مطلوب منك فيه ايه وهتحله ازاي نبدأ مع بعض بالسؤال الاول وهو سؤال استماع هتسمع ليه قطعة كده صغيرة فيها الاسئلة اللي قدامك دي اللي هتلاقيه متشابه مع الجملة هتعمله true واللي هتلاقيه عكس الجملة هتعمله false طب اسمع كده معي بس الاول قبل ما تسمع عايزك تقرأ الجمل اللي قدامك بص الجملة number one يعني النيل بسعدنا ان احنا نزرع نباتات يعني نهر النيل اللي اهتلت فروع في مصر يعني النيل هو اطول نهر في العالم يلا نسمع كده بقى ونشوف ايه الجملة true نحط عليها t والجملة false نحط عليها f اظن كده الجمل بقت سهلة خالص قدامك الجملة الاولى طبعا هتبقى true الجملة التانية هتبقى false والجملة التالتة هتبقى true ندخل على السؤال التاني وده choose the correct answer from a b c or d number one when the weather is too not at i drink cold water يعني لما الجو بيبقى ايه انا بشرب ماء بارد يترى hot ولا cold ولا rainy ولا snowy طبعا الاجابة الصحيحة هتكون hot يعني لما يبقى التقص حار انا بشرب ماء بارد number two we not easily to different environments يعني احنا ايه بسهولة في البيئات المختلفة يترى make ولا adapt ولا do ولا collect طبعا هنا الاجابة الصحيحة هتكون adapt adapt يعني يتكيف يعني احنا بنتكيف بسهولة في البيئات المختلفة number three the not has water sun and fertile soil يترى ايه اللي فيه ماء وشمس وطربة خزبة يترى river ولا arctic region ولا oasis ولا desert طبعا الاجابة الصحيحة هتكون oasis oasis اللي هي الواحة number four he starts noot to bury the box under the ground هو بدأ ايه؟ عشان يدفن الصندوق تحت الارض يترى digging ولا running ولا shopping ولا jumping طبعا هو بدأ digging اللي هي الحفر عشان يدفن الصندوق تحت الارض number five he not in the village where he grew up هو ايه في القرية اللي نشأ فيها او تربى فيها؟ يترى are ولا was ولا where ولا had طبعا هنا الاجابة الصحيحة هتكون was he was لان طبعا هي بتاخد من الاختيارات اللي قدامنا دي كلها was وبتاخد كمان had بس had طبعا هنا ما تنفعش في الجملة دي ندخل بعد كده على السؤال التالت وهو سؤال reorder the words to make correct sentences يعني بنعيد ترتيب الكلمات دي عشان نعمل جملة صحيحة تعال كده نشوف الجملة الاولى عندي grow the farmers crops near Nile طبعا الترتيب هيبقى farmers grow crops near the Nile الفلاحين بيزرعهم محصيل بالقرب من نهر النيل number two is climate a what temperate طبعا هيكون ترتبها what is a temperate climate يعني ما هو التقس المعتدل ندخل بعد كده يا شباب على السؤال الرابع والسؤال الرابع read the passage and answer the question اقرأ القطع واجاوب على الاسئلة تعالوا نقرأ القطع كده مع بعض ونترجمها last summer الصيف الماضي i visited my grand parents who lived in a small village يعني انا زرت اجدادي اللي هم عايشين في قرية صغيرة it was a very quiet place ده كان مكان هادئ جدا the air was not polluted الهواء مش ملوس there were a lot of plants and green areas كان موجود كتير من النباتات والمناطق الخضراء unlike my city the life is busy in it الحياة فيها مزدحمة in my city the smoke covers the sky في بدنتي الدخان بغط السماء there are a lot of cars يوجد كتير من السيارات and trucks والشاحنات they are very noisy هم ضوضاء جدا i loved the country more انا حبيت الريف اكثر the life is good الحياة جيدة for me in the country بالنسبة لي في الريف تعالوا نشوفوا الجمل true or false الجملة الاولى the country is very quiet الريف هادئ جدا طبعا الجملة هنا true number two the stars cover the sky in the city يعني النجوم بتغطي السماء في المدينة طبعا الجملة هنا false number three the life is busy in the country الحياة مزدحمة في الريف طبعا الجملة برضو false بص بقى للسؤال الرقم 4 how was the air in the village يعني الجو في المدينة كان عامل ايه لو رجعنا للقطعة دورنا على النقطة دي هنلاقي موجود هنا بيقول لي the air was not polluted the air was not polluted يعني الهواء مش ملوس السؤال number five what makes noise in the city ايه اللي بيعمل الدوضاء في المدينة لو لجعنا برضو للقطعة هنلاقي بيقول there are a lot of cars and trucks يعني في كتير من السيارات والشاحنات ندخل بعد كده يا شباب على السؤال number five وهو read and match a USB ده سؤال التوصيل يلا كده نشوف الجملة الاولى our town has مدينتي فيها يا ترى a green t-shirt t-shirt اخضر ولا gas cars in the past gas cars in the past ليه السيارات الغاز في الماضي ولا at school في المدرسة ولا and look inside the box وبعدين بص فيه داخل السندوق ولا a shopping area منطقة تسوق ولا on his face في وجهه طبعا our town has a shopping area منطقة تسوق طيب number two I learn math انا بتعلم الرياضة طبعا هنا هتبقى at school في المدرسة number three I put on يعني انا ارتديت طبعا a green t-shirt اللي هو t-shirt اخضر number four all the cars wear كل السيارات كانت كانت ايه gas cars in the past number five let's sit down يلا نقعد ايوه طبعا ايجابتها and look inside the box ونبص في السندوق السؤال number six read and complete the text with the word from the box يعني هنقرأ ونكمل بالكلمات اللي موجودة في السندوق دي عندي هنا catch we took we gave وماوس هلو نقرأ كده the city mouse visited the country mouse in his hole in the ground يعني فار المدينة زار فار الريف في الحفرة بتاعته في الأرض the country نقط was pleased the country طبعا the country mouse يعني فار الريف كان سعيد he نقط his friend grass and seeds طبعا هنا he gave اعطى لصديقه grass and seeds the city mouse said thank you فار المدينة قال له شكرا the city mouse stopped eating and run to to not a train at eight and run طبعا to catch a train at eight عشان يلحق بالقطار الساعة الثامنة السؤال السابع ده the following sentence ده طبعا ضع علامات الترقيم للجملة دي why do people leave where they do طبعا انا عندي حرف W هيبقى capital وهنا طبعا احط question mark لان ده سؤال اتمنى من الله ان انتوا تكونوا فهمتم معنا وتعلمتم تحلوا الامتحان ازاي ان شاء الله استنونا في الحلقات اللي جاية عشان هنحل مع بعض امتحان على كل واحدة ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمله شروع لايك لو مكنت تشتركت في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان اوصل لك الفيديوهات الجديدة اشوفكم على خير الحلقة اللي جاية في فيديو جيد بل بائي